شركة بيترو لابوضا بأدنوك والمجمع الشريف للفصفات المغربي يتفقان على بحث فرص تطوير مشروع مشترك لإنتاج الأسمدة في خطوة من شأنها تسريع تنفيذ استراتيجيتهما للتوسع عالميا وستكون خبرات أدنوك الإماراتية في مجال إنتاج الكبريت والأمونيا والغاز وخدمات اللوجستيكا المتطورة وإمكانيات المجمع الشريف للفصفات في الوصول لأكبر موارد الفصفات على مستوى العالم وخبراته الممتدة لقرن من الزمن في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة أكبر مساعد على تنفيذ المشروع ومن المقرر أن تشمل الشراكة المقترحة تطوير شركة عالمية جديدة لإنتاج الأسمدة من خلال مركزين أحدهما في دولة الإمارات والآخر في المغرب بحيث يتم استخدام كل من الأصول القائمة والشديدة مما يتيح لمنتجات المشروع المشترك الوصول إلى الأسواق العالمية الوزير الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك الدكتور سلطان الجابر قال إن دولة الإمارات تمتلك علاقات وذيقة مع المملكة المغربية وإن هذا المشروع سيركز على النمو والتوسع في مجالات التكرير والبتروكيمويات وتنويع المنتجات والزيادة الإرادات وتهدف المجموعة الإماراتية حسب رئيسي التنفيذي من هذه الشراكة إلى التعامل مع شركاء استراتيجيين قادرين على القيام بدور كبير في توظيف التكنولوجيا المتطورة وتعزيز فرص وصول منتجات الشركة إلى أسواق جديدة وكانت شركة أدنوك قد كشفت العام الماضي عن برنامج يهدف لإقامة شراكات استراتيجية بناءة وتوسيع نطاق الاستثمارات لتشمل كافة جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز من جانبه قال مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفصفات إن التعاون بين الطرفين يجمع بين أكبر احتياطي للفصفات وأكبر طاقة إنتاجية للكبريت على مستوى العالم كما أنه يشكل تحالفا غير مسبوق في هذه الصناعة ونحن يضيف التراب نعتبر هذه الشراكة الجديدة فرصة فريدة تتماشى مع استراتيجية المجمع العالمية التي ستساهم في تعزيز قدرته على تلبية طلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم